قرر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الحالي سفر إلى البرتغال خلال الأسبوع المقبل عشان يحصل على أجازع طبعا خروج من بطولة الأمم الإفريقية الأخيرة بعد الهزيمة طبعا الأخيرة على يد فريق المنتخب كونغو الديموقراطية بركلات الترجيح وطلب البرتغالي من مسؤولة حد الكرة بتحديد مصيره سواء بالبقاء أو استكمال مهمتي كمدير الفني للمنتخب حتى كأس العلم 2026 أو الرحيل والحصول على الشرط الجزائي والمقادرة طبعا بتلات شهور يعني قيمة العقد 200 ألف يورو شهريا ومنتظر يتخذ اتحاد الكرة قرار خلال الأيام القليلة المقبلة ويحصل مصير كمان المدير الفني للمنتخب سواء بالبقاء أو الرحيل